تشتهر بلدة دركوش الواقعة على ضفاف نهر العاصي غربي أدلب بزراعة الرمان الذي يعتبر أحد أهم المواسم بالنسبة للمزارعين الذين بدأوا فعليا في جني محصولهم لهذا العام وسط مخاوف من التعرض لخسائر كما في السنوات الماضية وذلك نتيجة وفرة المحصول وانحفاظ أسعاره في السوق المحلية بلدة دركوش تشتهر بالرمان وفي نهر النهر ميرق بلدة دركوش نهر العاص والرمان بده مي كل ما عطيته مي يعطيك إنتاج والمزارع عم بيتفاجأ بالمازود غالي يتفاجأ بقطع الديزل الديزل على الدولار وينزل على السوق يتفاجأ بالعبوة العبوة عم ترتفع وسعار ما فيه عم بيت راجع يحاولوا للدبس يتركوا على مبدون مي ويحاولوا للدبس وسعار لورا يعني ما فيه تحسين لقدام ولا حول ولا قوة وعم بيرجع آخر السنة مكسور والرزق غالي أكثر من مائة وعشرة آلاف شجرة متنوعة من الرمان منها العصفور واللفان وناب الجمل والفرنسي وأصناف متنوعة تحتاج إلى عناية متواصلة من قبل المزارع الذي يجد نفسه في نهاية الموسم أمام حسابات معقدة أهمها غلاء المحروقات والذي ينعكس بشكل مباشر على الحراسة والسقاية اللازمة التي تحتاجها الشجرة فضلا عن غلاء المبيدات الحشرية وتكاليف أخرى تتعلق بموسم القطاف والتسويق رمان عنا أنواع الرمان اللي عنا اللفان الفرانسي ناب الجمل العصوري عنا في دارفوش مئة وعشرة آلاف نصبة رمان مزروعة ألفين وثلاثمائة دولوم إنتاج الهكتار الواحد تلتاعش طون يعني إنتاج كويس بس عبت أسر المزارع عنا هنا بالمحروقات بسعر العبوة وعب أسر عليه لأنه ما عبت أجيب سعر نظامي الرمان بسبب كمان تسكير المعابر وفرة الإنتاج وانخفاض سعره يدفع كثيرا من المزارعين لتحويل الجزء الأكبر من المحصول إلى دبس الرمان كأحد الحلول المؤقتة لمواجهة انخفاض السعر تتشابه مأساة المزارعين عند جني محصول الرمان في كل عام فلا قدرة لدى السوق المحلية لاستيعاب كمية المحصول ولا إمكانية لتصديره من الحاجة تلفزيون سوريا مدينة داركوش ريفو إدليب الغربي